سبب أستاذ ينادم هناك سبب آخر الآن يعني يولد من الكلام واللي تتفضلت بي جنابك يعني الأرهاب مسلم بأنه سبب من تراجع النفوذ والفاعلية المسيحية في العراق الانقسام السياسي الاستقطاب الطائفي من خلال إيجاد ممثلين غير حقيقيين لكن هناك سبب آخر أيضا ينبغي أن يناقش أن هناك انقسام مسيحي مسيحي مثل ما أكون قسام شيعي شيعي سني سني أكون قسام مسيحي مسيحي أدى إلى هذا النتج أكون قسام طبيعي بينها تهم هي طائفية مذهبية لكن ما لا علاقة بالسياسة حسنا حركتنا ديمقراطية أشورية 50% مننا كلدان ما لا علاقة نفس اللغة نفس الثقافة نفس الجذور هي بابل هي أشور ما لا علاقة لكن الكلداني الطائفي اللي كنيسة تريد كلدانيه فقط مثلا كنيسة المشرق سمت نفسها الأشورية معرفة أي شيء لنفسها سريانية كذلك هذا شيء طبيعي بروتستانت أكو أرمان لكن الموقف الوطني والسياسي ما لا علاقة بهاي ما لا علاقة لكن انقسام هذا أسوأ اللي هو بانقسامات البلد مثل ما العراق اليوم يعاني من انقسامات دولية غربية زي دين شمالية عندي تركيا وتركيا يعني نيتو شرقية معرفة إيش إيران إيران يعني روسيا ومنعكس بالداخل العراقي منعكس على القدار العراقي إحنا أصغر بكثير من هذا هو لأنه أصغر بكثير منعكس علينا انقسامات البلد أي ما معقولة 400 ألف 400 ألف مواطن أكون انقسام حولهم اسمح لي يعني أكون ملايين يعني يدارهم يعني تفضلت جنابك انقسام الداخلي انقسام الداخلي هسا البيت الكردي تفضلت منقسم تريد الشيعي منقسم والبيت السني منقسم كلها منقسم هل انقسام هذا ما العكس بينا يعني هل بالإقليم قسم مننا الرأيه ذاك الصوب قسم ذاك الصوب الثاني وهكذا اللي هم عند الشيعة وهكذا اللي هون فكل واحد يريد يقول سألوني ليش قلت حتى يسقطوا الصورة يقول كل الناس معي شوفوا هذا المسيحي معي هذا المعارفة ايش معي يزيدي معايا يعني الرسم هوية وطنية وتعتقدين على اساس يبروش هوية وطنية الهوية وطنية مزيفة محقق محقق ترجمة نانسي قنقر